بس خلوني ابدأ معاكم الفترة التغطية اللي انا هكون فيها معاكم ان شاء الله حتى الساعة العاشرة مساءا بطلب مني ليكو ان انتو تفرحوا الحقيقة يعني الحقيقة انو من حققكو مليار في المية ان انتو تفرحوا فرحة كبيرة جدا لان اللي بيعمل حاجة حلوة يستاهل عليها شكرا واللي بيعمل حاجة حلوة يستاهل انو يفرح بفعله او بعمله او بالحاجة الحلوة اللي عملها اللي انتو عملتوه يا سادة يا كرام يا ايها المصريون اكتر من مجرد حاجة حلوة حاجة عظيمة الحقيقة انها فق التوقعاتي ولازم اعترف بدا يعني انا من اول مبارح قبل بداية الانتخابات وانا بقول يا رب نوصل الى نسبة العشرين في المية التلاتين في المية لو وصلنا الاربعين في المية هتبقى حاجة عظيمة جدا 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 في ظل الظروف والمناخ والحاجات اللي احنا فيها ثم نفاجأ النهاردة مفاجأة اكثر من سارة اكثر من سارة انه منذ قليل الهالة الوطنية انتخابات المستشار احمد بنداري بيعلن انه حجم التصويت والمشاركة تخطى الخمسة واربعين في المية من اجمالي المصريين الذين لهم حق الانتخاب والتصويت لم نكمل اليوم التاني يعني لسه فاضل حوالي ساعة ونص وخمسة ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة على غلق المقار والسناديق في تاني ايام الاختراع ولسه عندنا بكرة كله من تسعة الصبح حتى تسعة بالليل لكن اللي انا بقول لكم العمل العظيم الرائع اللي انتو عملتوه ان احنا اقتربنا من نصف من لهم حق التصويت ولم نكمل اليوم التاني بعد المرحمة دي محتاجة نتكلم فيها كتير وهتقول لي يا تابع انتو بتهول اقصب بلا انتو عارفين من طريقتي لا فيها تهويل ولا فيها تهوين لكن زي ما انا بقول لكم اللي يعمل حاجة حلوة لازم يستحق عليها الشكر عشان كده انا باسمي وباسم الوطن باسمي وباسم البلد مش باسم اي مرشح مش باسم اي جهاز مش باسم اي حكومة باسمي وباسم البلد بقول لكل مواطن مصري شكرا شكرا من القلب شكرا على وعيك وشكرا على اهتمامك وشكرا على وقتك وشكرا على فهمك وشكرا على اخلاصك وشكرا على وقوفك خلف بلدك وشكرا على ان انت اول من تستجيب لنداء البلد في اي لحظة وشكرا لانك عارف قيمة بلدك وحجم التحديات والازمات اللي بتلاحق بلدنا النهاردة لان نزولك معناه ان انت كل اللي فاد ده مجرد نزولك خمس دقائق او عشر دقائق وادلقك بصوتك معناه ان انت كل الحاجات اللي انا قلتها دي انت مواطن من نوع خاص انت مواطن من نوع نادر مواطن الكتالوج بتاعه لا كتالوج ايه ده ملوش كتالوج مواطن بلا كتالوج كل مواطنين الارض لهم كتالوجات سهل التعرف عليها الا المواطن المصري كتالوجه مش موجود عنده كيميا وطبيعة خاصة وجينات خاصة لا تظهر الا وقت الازمات ووقت المواقف المهمة والمعدن فيها دايما معدن نفيس هو الاغلى على الاطلاق افرحوا جدا يا مصريين باللي انتو عملتوه ولازم كمان وانا بحيي الشعب المصري وبحيي كل المصريين اللي نزلوا واللي لسه هينزلوا النهاردة وبكرة لازم احط كده تحية خاصة جدا للمرأة المصرية واحطها في حتة لوحدها الست دي على رأي الست دي امي بس الست دي امي والست دي اختي والست دي مراتي والست دي بنتي والست دي شيلانة والست دي مشرفانا والست دي اللي سبقانا والست دي مش عارف اقول ايه ولا ايه الحقيقة عن المرأة المصرية الست دي تركيمة خاصة جدا جدا برضو مختلفة عن كل نساء الارض مرأة بتعمل كل حاجة بمنتهى الاطقان تنزل ميادين العمل فتقتحمها وتنجح وتبقى مطقنة جدا العمل طبعا البيت حدث ولا حرج هي رب البيت اه هي رب البيت احنا بيسمونا رب الاسرة لكن هي رب البيت ومدينة البيت والحكومة في البيت ومدبرة البيت والحنان اللي في البيت وسند البيت كل حاجة اقولوها المرأة المصرية حتى في الاستحقاقات السياسية اللي احنا كنا بنقول انه المفروض بقى شغلانة الرجالة ومدين السياسة تلاقي المرأة هي المتصدرة والحياة في ملمح غريب مش عارف المراقبين خدوا بالهم منه النهاردة ولا امبارح كان فيه اقبال عظيم بس من كل المصريين وامبارح كان تقريبا تقريبا اللي بيتصدر المشهد الشباب في مفاجأة الحقيقة بساطتني جدا وطملتني جدا على شباب مصر وعلى مستقبل مصر تعيس ان امبارح المرأة كانت مستنية كده تشوف ايه طب احنا حتشوف يا مصريين حتعملوا ايه من غيري تعيس ان بقى اول الاسبوع امبارح المرأة كان عندها شوق اللي كان عندها تنظيف اول الاسبوع مش عارف بس امبارح المرأة نزلت باعداد النهاردة كان الملمح الرئيسي في كل المقر واللجان المرأة المصرية متصدرة كل المشاهد والفيديوهات والصور والطوابير 80-90% منها ستات نزلت الستات النهاردة عايز اقول لكم بس عشتعرفوا تأثير الست تأثير المرأة المصرية امبارح كانت التقديرات بتاعتنا الوطن الانتخابات ومعظم المراقبين ومراكز البحث والدراسات بتتكلم في 10-15% نسبة المشاركة امبارح اللي رفعها من 10% إلى 45% المرأة المصرية المرأة المصرية سرها باتع سرها باتع وتأثرها رائع هي كده سرها باتع وتأثرها رائع مرأة هي الام وهي الاخت وهي الزوجة وهي الجدة اللي بتحتضن المجتمع كله بتحتضن الشعب كله وبتعلمنا بتعلمنا وتفهمنا وتعتبر قدوة ورمز لنا مني كل التحية للمرأة المصرية ومني كل التحية للشباب المصري اللي أثبت لنا كمان ببارح والنهاردة إن كل أفكارنا السلبية عنه غلط في غلط طول الوقت إحنا الكبار والمحللين وبتاع نطلع نقول الشباب مش مهتم قوي الشباب مش واعي الشباب ما عندوش طموح الشباب مش مشترك في العملية السياسية الشباب ما عندوش علاقة بالاستحقاقات الشباب طول الوقت ملهي في السوشال ميديا ولا حاجة مندي خالص ولا حاجة مندي خالص والدليل حاجتين اللي حصل في الانتخابات دي ومشاركة الشباب بإقبال منقطع النظير وأنا في رأيي لما الأرقام تطلع بكرة بالليل إن شاء الله الأرقام الإجمالية أعتقد أن دي أكبر مشاركة شبابية في تاريخ أي انتخابات حصلت في مصر من يوم ما عرفنا الانتخابات اتنين الدليل على وعي الشباب اللي انتو شفتوه موقف الشباب المصري في أزمة غزة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي الشباب مرة واحدة انتفض وبقى على قلب رجل واحد وكله ساب كل انشغالاته وبقى التضامن مع غزة والرفض والاستنكار والتحفظ والشجب والإدانة لإعتداءات ووحشية العدو الصهيوني أصبحت هاي الموقف اللي بيغلب كل الشباب المصري المحترم كل التحية للمصريين ومرة تانية بقول لكم افرحوا لك الحق أيها المصري أن تفخر بما فعلت ولسه مازال مازال أنا كده بقيت نطمن ان احنا ان شاء الله ان شاء الله حنعدي نسبة الخمسين في المية وممكن نعديها النهاردة كمان قبل ما نوصل لبكرة وعايز اقول لكم واطمنكم ان الشعوب الشعوب التي تتخطى نسبة المشاركة في الانتخابات سواء برلمانية او رئاسية فيها نسبة الخمسين في المية ممن لهم حق التصويت دي شعوب تعرف معنى الديمقراطية وخطط خطوات مهمة جدا في العملية السياسية المحترمة افرحوا انتم منهم